عايزنا اشك في حاجة عندنا شوية كواليس فيما يخص كهرباء وانا عارف انك شاطر ايه في موضوع الكواليس ده هنعرض الاول كواليسنا وبعد كده اقول لي كواليسك نحط كواليسي على كواليسك ونشوف هيدونه اين شاء الله النهاردة كيف استقبل الاهلي خطاب اتحاد الكرة بالسباح بمشاركة كهرباء صباح اليوم ارسل اتحاد الكرة خطابا الى النادي الاهلي يختروا فيه بامكانية مشاركة محمود كهرباء في المباريات بعد انتهاء اقافه يوم 12 يناير الجاري وبالتالي يمكن الاهلي ادفع به في المواجهات المقبلة بداية باللقاء السموحة في كأس مصر غدا ان شاء الله ثانيا بعد تلقي الاهلي للقطاب الرسمي من اتحاد الكرة حدث مكالمة سلسية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة والسويسري مارسي كورر المدير الفني الحديث حول موقف اللاعب بعد هذا القرار ثلاث مارسي كورر خلال المكالمة السلسية اكد انه يضع كهرباء في حساباته الفنية وقد يدفع به امام سموحة في كأس مصر وان لم يتمكن من ذلك سيكون هناك دورا للعب في مباراة الزمالك المقبلة بالجولة ال 14 من الدوري يوم السبت الجاي يعني لو ملعبش ماتش سموحة هيبقى ليه دور في مباراة الزمالك احنا منتكلم على كهرباء خصوصا وانه في مركز الجناح لم يقتنع باي لعب سوى طاهر محمد طاهر الذي يغيب حلام بسبب الاصابة ويرا كورر ان كهرباء يمكنه ضعويد غياب طاهر حالية رابع سال عبدالحفيز بعد صدور القرار تحدث مع كهرباء وطلب منه عدم التطرق للازمة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في الوقت الحالي مع الفريق حتى يظهر بصورة جيدة حال مشاركته كيف سال عبدالحفيز بيخاف من الحاجات اللي بيعملها كهرباء على السوشال مادية يعني يخش يقول لي يا حقي وانا يرجع لي كلام اللي تعارفين بيعملوا كهرباء ساعات فقال له ما تفتحش بوقت خالص ما تتكلمش خالص ركز في الملعب وبس تحديدا مع السوشال مادية ودي نصيحة جيدة لكهرباء جدا يعني ده الخطاب اللي أرسلوا الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النادي الأهلي قال فيه يسعدني كلام الحاجات اللي في التقديمات قال نود أن نحيط سياداتكم علما أن الإقاف في المواقع لعب بدءا من 11-7-2022 لمدة ستة أشهر كحد أكثر بناء على الخطاب الوالد عليكم واخترنا به وكذلك الخطاب الوالد من الفيفا في 26-12-2022 بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الإقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف إلى لجنة الانتباط بناء على طلب المدعي في المواعد المحددة وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي طلبا للجنة الانتباط بالفيفا في 13-1-2023 فإن اللاعب اللي هو كهرباء من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار آخر من لجنة الانتباط والمحدد لها جلسة 2-2-2023 للنظر فيه ده الخطاب اللي جي من اتحاد الكورة ده الكواليس اللي تخص الكهرباء بعد ما النادي الأهل يوصلوا خطاب اتحاد الكورة أبرز ما فيه إن مارسل كورر ممكن يلاعب كهرباء في مباراة سموحة ودي نسبة قليلة بس النسبة الأكبر إنه ممكن كهرباء يبقى ليه دور في مباراة الزمالك يوم السبت القادم الحاجة المهمة كمان نصيحة الكاب السعب وحفيز أو الزام الكاب السعب وحفيز لكهرباء بعدم التطارك لهذا الموضوع على السوشيال ميديا أو لمواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر